موقف أهل السنة والجماعة من المبتدعة ومنهجهم في الرد عليهم هو موقف الإنكار والرد فهم ينكرون على أهل البدع مبتدعوا ومنهجهم في الرد قائم على الكتاب والسنة وهو المنهج المقنع المفهم حيث يريدون شبه المبتدعة وينقضونها ويستدلون بالكتاب والسنة على وجوب التمسك بالسنة والنهي عن البدع والمحتثات وقد ألف أهل السنة الكثير من الكتب في الرد على أهل البدع البدع المعاصرة البدع المعاصرة كثيرة بحكم تأخر الزمن وقلة العلم وكثرة الدعاة إلى البدع والمخالفات وسريان التشبه بالكفار في عاداتهم وطقوسهم ولعل من أبرز هذه البدع بدع المناسبات ومنها الاحتفال بالمولد النبوي في ربيع الأول وهو بدعه لأنه لا أصل له في القرآن والسنة ولم يكن يعمله السلف الصالح في القرون المفضلة وإنما جاء في عصور متأخرة بعد القرن الرابع من الهجرة أحدثه الفاطميون الشيعة وتلقفه بعض أبناء المسلمين وفيه تشبه بالنصارى في احتفالهم بمولد عيسى عليه السلام وهو بدعه لما يصحبه من منكرات وشركيات وغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه والاستغاثة به بل يزعم بعضهم حضور النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة وقد يصحبه في بعض الأماكن اختلاط بين الرجال والنساء وهو ذريعة إلى الوقوع في الفاحشة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ومثله الاحتفال بمناسبة الإسراء والمعراد والاحتفال بمناسبة الهجرة النبوية كل هذه الاحتفالات البدعية لا دليل عليها ومن البدع المعاصرة التبرك بالآماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواته والبركة إنما تكون من واهب البركة من الخالق من الله سبحانه وتعالى فهو من ينزل البركة وهو من يثبتها وينميها وليس المخلوق وقد تقدم في دروس مضت أن هذا النوع من التبرك إما أن يكون شركا أكبر أو وسيلة إلى الشرك ومن البدع المعاصرة البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله تعالى وهي كثيرة منها الجهر بالنية للصلاة لم يفعلها محمد صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها ولم يفعلها أحد من الصحابة ومنها أيضا الذكر الجماعي بعد الصلاة لأن المشروع أن كل شخص يقول الذكر الوارد بانفراده ومن ذلك طلب قراءة الفاتحة في المناسبات وبعد الدعاء للأموات ومنها إقامة المآتم على الأموات واستئجار المقرئين ومنها ما يسمى بالعمرة الرجبية ومنها تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام ويومه بصيام ومنها أيضا البناء على القبور وزيارتها لأجل التبرك هذه نماذج من البدع التي لا أصل لها في دين الله تعالى فكيف يسوغ الإنسان لنفسه أن يتعبد لله بدين وشرع لم ينزل به سلطان وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد